بسم الله الرحمن الرحيم الحركة بتاع السيلندر أو البستون الخاص بالسيلندر أو الرد الخاص بالسيلندر لها حركتين رئيسيتين الحركة الأولى وهو خروج البستون أو خروج الرد من السيلندر ودي تسمى إكسيتيند أما الحركة الثانية وهو دخول البستون داخل السيلندر أو دخول الرد داخل السيلندر وتسمى ريتراكت نبدأ بالإكسيتيند موشن في هذه الحالة الفلو هيكون داخل من هذا البورت أو من هذا الفالف من هذه الفتحة ولتكن نسميها QN اللي هي الفلوريت اللي هيدخل من المكان ده لو فرضا فيه مقاومة اسمها F بتقاوم السيلندر فيه فورس بتقاوم السيلندر اسمها F فأنا لو عايز أعرف أنا محتاج ضغط قد إيه علشان أحرك السيلندر دي فهعمل بالانس للبستون أثناء حركته وإحنا عارفين القانون الرئيسي اللي بيقول إن سميشن الفورس الواقع على أي جسم بتساوي ماس في أكسليريشن اللي هو قانون نيوتن وهنفرض في هذه الحالة إن السيلندر بتتحرك بسرعة سابتة وفي هذه الحالة الأكسليريشن بتاعتنا بصفر يبقى كأن سميشن الفورس اللي وقع على السيلندر هتساوي صفر طب إيه هي القوة اللي بتؤثر على السيلندر؟ في قوة بتؤثر في اتجاه الحركة وليكن الاتجاه الموجب ده هتبقى B1 في A1 يبقى ديه في اتجاه وفي فرصة من الجهة التانية بتقاوم هذه الحركة اسمها B2 في A2 بلص الف يبقى لو حبيت أعمل بالانس B1 في A1 هيساوي B2 في A2 زائد F لو عايزين نحسب الضغط المطلوب لتحريك السيلندر دي أو البستون ده أجينست الفورس هنقسم على A1 ويبقى B1 بيساوي B2 في A2 بلص F على A1 طيب السرعة اللي بيتحرك بيها البستون دي هتعتمد على كمية الفلوه اللي بتدخل للبستون يعني لو إحنا عايزين نعرف السرعة فإحنا عارفين إن الكيو بتساوي الفلوستي في الأيريا فالكيو الإن اللي هي المفروض بتبقى جاية من البامب هتساوي الفي إكستيند في الأيريا لأن هي دخلة من هذا البورت وفي الحالة دي نقدر نحسب الفي إكستيند بإن نقسم كيو إن على الأيريا طيب هل كمية الزيت اللي بتخرج من السيلندر اللي نحنا في الجهة التانية بيبقى في زيت فأثناء الحركة في زيت بيخرج في الاتجاه ده هل كمية الزيت اللي بتخرج هي هي كمية الزيت اللي بتدخل لا طبعا هتختلف بسبب وجود الرد ده لأن المساحة هنا غير هنا لكن السرعة هي واحدة فلو حبيت أحسب كمية الزيت اللي خارجه من السيلندر في هذه الحالة هتبقى كيو قوت هتساوي نفس السرعة الفي إكستيند ولكن مضروبة في A2 وليس A1 ديورينج ريتراكت أثناء دخول البستون أو دخول الرد للسيلندر يعني الحركة بقت في هذا الاتجاه في هذه الحالة الفرصة هتبقى مقاوملية يعني هيبقى اتجاهها اتعكس هيبقى اتجاهها في هذا الاتجاه يعني تخيل مثلا لو انت فيه كرسي محطوط قدامك وانت بتشد هذا الكرسي لو انت بتشده مقاومة حركة الكرسي أو مقاومة الكرسي أو الفرص اللي بيأثر بها الكرسي هتبقى عكس اتجاه الحركة طب لو انت بتدفعه للأمام برضو هتكون مقاومته عكس اتجاه الحركة لكن لو كان الفرص اللي بتؤثر هنا دي دي وزن في هذه الحالة اتجاهها بيكون ثابت اللي هو دايما مع اتجاه الجاذبية لكن احنا هنعمل الحساب بتاعنا على انها مقاومة ممكن تكون دائما هتكون عكس اتجاه الحركة فلو البستون بتاعي بيتحرق في هذا الاتجاه فيبقى الفرص تأثيرها في هذا الاتجاه في هذه الحالة الكيو ان الكيو اللي جاي من البوم هتدخل من البورت ده والزيت اللي خلف السيلندر اللي هو ملا السيلندر اثناء عملية الاكستيند هيخرج من البورت ده في هذه الحالة البريشر المطلوب حسابه هو البيتو يبقى لو عملنا بالانس للحركة للفرصز اللي واقع على البستون في هذه الحالة هنجد بيتو اي تو في طرف وبيقومه من الجهة التانية بي وان في اي وان زائد اف طيب سؤال بسيط جدا عايزين نوضحه هل البي وان ده هو البي وان اللي انا حسبته قبل كده وهل البي تو هو في ديرينج اكستيند هو هو البي تو لا طبعا احنا في حالة خروج الزيت من هذه السيلندر بيروح فين اما رايح للتانك وفي هذه الحالة البي وان هتكون ضغطها هو ضغط التانك لو هو مفتوح هتبقى الاتموسفير بريشر او لو ليه باك بريشر هتبقى بقيمة هذا البرشر اما لو هي رايحة خرجة رايحة مكان تاني بتعمل وظيفة تانية فيبقى الضغط الموجود هنا البي وان هو البي الموجود في المكان الاخر او في اللي الفلو بيروح له يعني لو على سبيل المثال زي ما بيحصل في حالة الكونيكشن اوف تو سيلندر اوف تو فالفز ان سيريز بنجد ان توصيل تو سيلندر اير سيريز ان الاوتبوت بتاع السيلندر دي بيروح للسيلندر التانية وده معناه ان البرشر هنا هيكون هو البرشر الخاص بالسيلندر التانية لو حبينا نحسب البي تو في هذه الحالة هتساوي بي وان في اي وان زائد اف على ال اي تو وبقى كده عرفت بالضغط المطلوب لتحريك او عمل ريتراكت للسيلندر طيب السرعة بتاعت الريتراكت بتبقى قيمتها او تتحسب ازاي هنحسب بنفس الطريقة ان ال qn هتساوي الفي ريتراكت بس في ال اي تو لان هي دخلة من هذا الاتجاه وفي الحالة دي الفي ريتراكت هتساوي ال qn على ال اي تو طبعا لو احنا ال qn دي سابتة في حالة الاكستيند وفي حالة الريتراكت في هذه الحالة طبعا سرعة الريتراكت هتكون اكبر من سرعة الاكستيند لان ال اي تو اقل من ال اي وان لو حبينا نحسب كمية الزيت اللي بتخرج من السيلندر في هذه الحالة هناخد الفي ريتراكت وهنضربها في اي وان اللي هي المساحة بتاعة البستون ودي هتطلع لنا ال qn من السيلندر اشتركوا في القناة